صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب بين المغرب والعشاء ويسبقها صيام يوم الخميس وصلاة الرغائب أن يصلي بين العشاءين في أول ليلة جمعة ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد ثنتي عشرة مرة وهذا أعني هذه الصلاة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من البدع المحدثة